شاهدين أتساع صباحاً موادنا مع موجز لأهم الأنباء معلمية حمدين تفضلي لهم شكراً لك جمانا أتساع صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت برناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها أسار دانيال وخلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لمنيفي شدد الرئيس السيسي على أن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبول والوسائل متقدماً بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومة وشعباً للمساندة المصرية الصادقة متمناً في هذا القصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة أزمته غير المسبوقة وتوجهة أيضاً الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم الفوري للمتضررين هذا وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا هذا ووجه الرئيس السيسي خلال اجتماع بعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنسانية من أطقم إغاثة ومعدات إنقال ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنصيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية كما أعلن الحداد ثلاثة أيام تضامنا مع الأشقاء في ليبيا والمغرب تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنصيق بشأن تقديم سبل كافة أوجه الدعم الإنسانية والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة تدعيات المترتبة على الإعصار يأتي ذلك فيما تؤكد القوات المسلحة على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة وتتقدم أيضاً بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين أكدت وزارة الخارجية متبعة الأثار المترتبة على الإعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين وعلنت الوزارة فتح خط ساخن للتواصل مع القنصلية المصرية في بني غازي والتي تقوم بالتنصيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة والحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم وذلك في ظل انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق كما عربت الخارجية عن خالص العزاء والموساء إلى أسر الضحايا وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ أشهر الرئيس الأوكراني بلودمير زلناسكي إلى أن الأمم المتحدة لا ترغب في الضغط على روسيا وشيرا إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تهتم بالعلاقات الاقتصادية أكثر من اهتمامها بالقيمة وقال زلناسكي إن العالم متحد في الأمم المتحدة لكنه غير متحد في بعض القرارات المتعلقة بممارسة المزيد من الضغوط القوية على روسيا انتقدا دول الاتحاد الأوروبي التي يزعم أنها تساعد روسيا للتحايل على العقوبات من أجل حل قضاياها الاقتصادية أو الطاقة الرقصة استقبل الرئيس الروسي فلادمير بوتين أزعيم الكوري الشمالي صباح اليوم كيم جونج أون في قاعدة فوستوشني الفضائية والتي تعد أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا واتفقد بوتين وكيم منشآت لجمع وأطلاق صواريخ الفضائية وأكد بوتين أن تطوير العلاقات التنائية وجميع القضايا المشتركة ستكون محل مباحثات موسكو وبيونجيانج وألمح بوتين إلى إمكانية أن تساعد روسيا كوريا الشمالية على بناء أقمر صناعية حيث أبدى زعيم كوريا الشمالية اهتمامه بتكنولوجيا الصواريخ ندد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالجدل الدائري حول العلاقات بين باريس والرباط بعدما امتنع المغرب عن قبول مساعدات عرضتها عليها فرنسا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة مراقش الأسبوع الماضي هذا وأعلن المغرب قبوله دعما من أربع دول وهي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات لكنه لم يطلب المساعدة من فرنسا لما أثر العديد من التساؤلات هذا وأعلنت باريس تقديم مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو لمنظمات غير حكومية موجودة على الأرض في المغرب وتساهم في جهود الإغاثة رياضيا يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة لخوض مباراة هامة أمام شقيقه الجزائري في السابعة مساء في نهاي بطولة إفريقيا وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على نظيره الكاموريوني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد فيما تأهل المنتخب الجزائري على حساب شقيقه الليبي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين ليتأهل مع منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم مشاهدين انتهى موجز التاسع ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل